بهدف تحديد التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق الحلول للتأثير العالمية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة انعقدت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام في الواقع وعبر المواقع في جونيف والتي نظمت من قبل وكالة الأمم المتحدة المتخصصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشاركة مع أربعين وكالة شقيقة للأمم المتحدة دورين بوغدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات دعت جميع الأطراف لمناقشة تطوير لوائح الذكاء الاصطناعية المناسبة والتدابير الوقائية ذات الصلة عند إلقاء الملاحظات الختامية للحدث مشيرة إلى أن رؤية السليمة هي تحقيق التنمية والتطبيق الشامل والأمن والمسؤول للتكنولوجيا الناشئة واستقطب هذا الحدث الذي استمر لمدة يومين أكثر من ثلاثة آلاف مشارك من المنظمات الدولية والجامعات وشركات التكنولوجيا البارزة مثل جوجل ديب مايند وأمازون ومايكروسوفت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر